موسيقى 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 معنا النهاردة دكتور أحمد العمراوي أستاذ أمراض القلب كوليتا بجامعة اسكندري أهلا وسهلا بك دكتور كنا عايزين نتكلم أكثر عن أمراض الشرايين التاجية أمراض الشريين التاجية وتصلب الشرايين التاجية واحدة من أكثر الأمراض شئوعاً في المجتمع مسببات زي الناس العرضة أكثر الأمراض الشرايين متاجية مالمدخنين المناسبة الضغط العالي الدcker and عامل وراسي ودريخ في العيلة لأمراض الشرايين أو تصلب الشرايين الناس اللي وزناها زائد الناس اللي حركتها والليلة أو الرياضة ودي حاجة طبعا كلنا بنعاني منها دلوقتي عيان الزبحة الصدرية أول حاجة بيبدأ يشعر بها أو يحس بها هي بعض من الآلام في الصدر الآلام في الصدر الموجود أكتر بتسمع في الظهر بتسمع في الكتاب وممكن تسمع لحد الفك السفلي ممكن يقابع بعض النهاجان زيادة في سرعة ضربات القلب المهمة في الناس دي إن لو حصل إن الآلم اللي بيحصل في الصدر زاد عن ربع ساعة لازم على طول يروح لقارب مستشفى لي علشان خطر حد من دكترة الاستئبال ثم دكتور القلب يبص عليه نعمل رسم قلب ولو يحتاج لحاجة أكتر من كده تتعامل لأن أمراض الشرايين مشكلتها إن أحيانا بيبقى عرضها لأول أو أول ما يصيب العيان جلطة فيلم ودي أخطر حاجة ممكن تحصل وممكن تحصل أكتر في مرض السكر اللي بيبقى عندهم دايما الإحساس بالألام بصفة عامة أليل فهو ممكن يقلل شوية من إحساسه بالألم ده فيلاقي نفسه ألم بسيط أو أهمله ولكن للأسف كان ده كان مسلاً جد علشان كده أي مريد عنده عامل وراسي أو مريد ضغط أو مريد سكر لازم نظبط علاجاتنا كويس نظبط أكنينا كويس الرياضة مهمة جداً على أقل المشي نظبط الأكل بتاعنا نحاول ننزل الوزن اللي كلها بتقلل احتماليات الإصابة بأمراض الشرائيين أو تصابب الشرائيين بصفة عامة طبعاً الزباحات الصدريقة وجلطات الألب حيك شايف دكتور كارديو أليكس زي ممكن يسام فعل أداء تبقي الأطباء في مصر كارديو أليكس مؤتمر يعني هو مؤتمر عالمي هو أكبر مؤتمر للقلب في الشرق الأوسط يضاهي مؤتمرات أوروبا وأمريكا في كل العلم الحديث اللي وصله العالم علشان كده أي طبيب سواء قلب أو غير قلب بيحضر المؤتمر ده بيبقى ملم بكل ما هو جديد في العالم وده طبعاً بيأثر على سرعة تشخيص المريض سرعة علاج المريض العلاج الأفضل التوعية الأفضل لأنه أحياناً للوقاية والتوعية بتبقى أفضل لأنه إحنا نمنع حدوث الأمراض ده دلوقتي تريند موجود في العالم كله إحنا ما نستناش أن رجل ده يتعب أو العين ده يحصل له حاجة فإن نحاول نمنع عن الكلام دكتور هو هل تناول الأسبرين يومياً ممكن يمنع نهبات القلبية؟ مش كل واحد حياخد أسبرين يومياً ده في ناس هي نقدر ملائمين لذلك ناس الكبار في السن الناس اللي عندها تصلب في الشرايين الناس اللي عندها سكر مش مصبوط الناس دي أه لو أخدت ده بيقل الإحتماليات حدوث الجلطات ولكن أحياناً بنشوف مرضى بيأخذوا أسبرين وبيحصل لهم برضو جلطات لأن الفكرة كلها أن أنت إلى أي مدى وصلت تصلب في الشرايين عندك علشان خطر الأسبرين بقل لوحده كافي الأسبرين لوحده مش كافي علشان كده أنت لازم تستشير طبيبك علشان لو فعلاً خصت تصلب في الشرايين انت محتاج مش بس تاخد أسبرين انت محتاج تاخد أدوية تانية مثل أدوية الكوليسترون مثلاً الفضل على الشرايين تقلل حدوث الجلطات تقلل الزباحات تقلل الأزمات نحن الأسبرين مفيد في المرضى اللي لسه أما حصلهم شحكاً آه بالزبط لكن المريض اللي حصله خلاص تصله في الشرايين حصله المشكلة من الممكن أن الأسبرين سيبقى واحد من الأدوية اللي سيمشي عليها لكن فيه أدوية تانية سيمشي عليها طبعاً علشان كده لا بد من استشارة تقلل طبيب قابل حتى شكراً لك شكراً لك شكراً لك أهلاً وسهلاً لك شكراً لك